أنا حكيتك أول نهار إذا فيه صوت تاني نهار ما فيه أنا عم بأس لأنه أنا كل الوقت عارع عن الصحة لأنه كتير أخي كتير شو بيحطوا رسائل وبيعايدوا بعض وكذا وواحد عم يدور عم مطلقة أربعينية وكذا رفقاتي ضليتني شعاش دقايق هيكي ما عم بيحكي معاتي أنه شوفي شوفي شو صحيح وقالت لون هيك هيك فبيصيروا جمعوا ولاي ورا ولاي ولاي ورا ولاي بيشوفهم وراي ورا ولاي رأسوا 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 ليلة ولا ليلة ليلة ولا ليلة ما كمل حكيه ما يستمر شي ست سبع دقايق حكيه ولا بيتعرض لخمس طلقات أويش من البيت الأبيض اللي جو بايدن عم بيقول فيه أنه أنه الحمد للأسلام يا شبين وكذا وعرضية وكل حديد 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 حالياً هو ما بنسحيب قال أنا إذا الله ما أخذ أمانته ما بنسحيب إنه تقول عن أميركا الديمقراطية وتقول عن دول أوروبا مثلاً إنه ديمقراطية هني ممكن يكون شي صح لأنه في دور للشعب يتقريروا هالأصاص بس كثير مختلفين عن بعض أوكي أهلا وسهلا فيك أبو المرار أهلا وسهلا فيك أبو الزوز كيفا؟ وأهلا وسهلا فيكم الحلقة رقم 11 11 لك المتابعين خارج حمص 11 اللي 11 لو أنك معلم تمام شو قالك أبو الزوز كيفا؟ والله اشتقتلك معلم شو قالنا أحصنا أسبوعينا؟ أهلا أصرنا غبنا غبنا فترة يعني أهلا والله الظروف راحت بما لا تشتهي السفن يا والله هذا اللي صار معيني أنا كنت سفيني والرياح كانت أبدا ومثل ما بشتهي والله أنت كانت هالأخر أسبوع الرياح نازلي فيك يمين يا ساور يا إلهي معلن شو هذا؟ مو هيك أخي واحد بيقرب بس مو هيك أنا حكيتك أول نهار إسا فيه صوت ثاني نهار ما فيه أنا عم يحكي يعني عم يدق حكي وعم يرجع ليه هذا النهار اللي حكيتك فيه راح صوتي وتاني نهار عالآخر يعني أنه يعني إحكي كثير من الإشارات صوت حي مو إحكي حتى أنه يعني إذا بيطلع صوت بدي يصرخ صريخ مالشلون وفيه وجع يعني أصلا كان واليوم واليوم حتى أتهى عم بقدر إحكي من خلق والرب يعني لا الحمد للسلام عليكم ماذا كيف توقع الطقس عندكم ببرلين؟ يا زمي الطقس عجيب عجيب لك يعني حتى هلأ نحن قاعدين ستشوف أنه فجأة يصير ضوء وفجأة عتم لأنه فجأة شمس والعصافير تزغزق وكل شيء وفجأة رعد وعصير وشتي يعني حرفيا من نصع على نصع بيتغير الطقس 180 درجة الحمد طقس شباطي بيسموه هذا الطقس أعزلتنا شباطي وبيقول شباط اللباط شباط اللباط بروح وبيجي والله هوني حريق معلم قلت لي بروما كتير شوب شو قصة؟ معلم يعني أصعب شيء بالبودكاست أنه بكل بسكنزي أنت وأعجب بالبودكاست بس لأنه أنا كل الوقت عاري عن الصحة والله لأنه كتير أخي كتير شوب يعني هوني ما فيك تنام يعني إذا ما عندك إي سي أو أي نوع من مروحة أي نوع من الحكي ما فيك تنام شوب شوب بالليل مش شوبة هلأ دعا؟ هلأ شوب منيح يعني عدي الحرارة هلأ يوم عشي 36 36 شوب منيح شوب كتير يعني ورطوبة؟ ما بتنظر عن 36 يعني أنت بالوقت تظهر مثلاً وقت كذا بتطلع على 38 ساعة وثلاثين كذا وبالليل وتضل مثلا 35 وفي رطوبة؟ هي رطوبة بتخلي الواحد يعرق ويدبق هيكي هلأ الرطوبة مانا ماكسيموم هالفترة بس يعني كمان مانا أحسن حاجة سنبارك رح تكن سهران جنب النهر جنب التيفري كمان كان في جمنا شجرة فأنه صيف ونهر وشجر تكشير من البرغش يعني فالصين عليك فأيه لأ الطقصون كير هكي صيفية على الآخر هون شو بصير كمان مو هالقد شوب مثل عندكم بس يعني هم تطلع الحرارة عم تصير 27 هيك شي بس أنه عم بتشتي وفجأة عم تطلع الشمس يعني والحرارة عالية فالرطوبة متصير مليون أرشلون فأنت بتصير تعرق وهيك يعني إيدك بتدبق على الآخر يعني أرشلون بس ما شحال ما في شي خيو أنا بعد طقص قطر خيو ما يعني أنا بعد ما رغل من قطر قلت أنا بحياتي معدناء الطقص عايشين عايشين نحن ابن أمي يعني ما يعني هيا جدا نعمي لأنه نهلا سمو شايفين الأسوأ من هيك عارف شلون لازم نروح على قطر ونروح على كندا مثلا عارف شلون يعني نعيش نعيش الإكستريمين في الآخرين أقطر وعالربع الخالي خيو نقضي أسبوع هناك الربع الخالي تعال نشوف اسم الحلقة اليوم لابنو أسما ما طلعت اليوم شو مسمالنا أنت الحلقة مثل عادك بس يور ليتل قير هاي أنا اليوم أنا جدا نصعب لك كيها كثير يعني جدا نصعب لياها يعني هادول يعني مستوى أسئلة الرياضيات البكالوريا لدورتنا دورتنا عنجد عنجد يورث بنت صغيري كنتي بارتحة تتمكنتي لا بس كتير أريد ما بدي فكير رئيسة أكتر ساعدني يعني أخذ الموضوع شوي الموضرب هو أخوه لو في حبيب أو توفيق حبيب قلتك عنده أخو في حبيب صعب كثيرك ينفيك اللي شو اسمه لازلني لأنه أنا مرحب أنه عنده الخساسة سميح حبيب ربيع حبيب سميح سميح حبيب هذا أسوأ اسم بالعالم يعني اسمه كير سيئ صعب لأنه آخر الاسم حا وبدأت الكني حا بس سميح حبيب صعب كير لفظه حبيب هو صعب دونة دونة داودة كنت صغيرة وشلتك عكدافة ما في بحالك صغيرة ما في يا ولله مش مولو في حبيب ما في بحالك صغيرة ما في جرت أولا ياويل. في واحدة لك هذا بالتعليقات مي غيري بفكر وفيه حبيب. انا متأكد انه هاي اللي يعني انت اللحظة اللي كبست فيها على هادا الفيديو هي اول حدا بيعمل كليك على هادا الفيديو من شيء تصفل 14 سنة. انا متأكد. شو خطر لك هالغنيين? بتذكر انا كنت اول احداث نزلت الغنيين كانش صف اه تامن تاسع كنت. لا لا يا زيني. الاغذب. معقول? قبل الفين وداعش هالغنيين مليار دولار ولمية. اخي. ما قولي? طيب بغض النظر بتذكر ان كانوا يحطوه كثير اغاني هذول الشات اللي تتذكر كان فيه قنوات شك? مرح 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 ياويل اه مرح. هذا مثلا بيحطوا رسائل وبيعيدوا بعض وكذا واحد عم يدور على مطلقة اربعينية وكذا. انت فهمت فكان كثير يحطوا غانية غانية. كنت وطلعت من بلاي. وانا يعني لما انا بعمل هالفيديو. يعني عم جهز العنوان هالحلاء. اول مرة كنت بخضر الفيديو تبعي الغنية. انا شايف غراء. ما نسمع انا غراء فرح. اهي مرة. تماما تماما. انا كمان الغني معروفي. يعني انا يعني اليوم بعترف اني انا خسرت بالتحدي لانه كان لازم اعرفها. انت صغيورة. انت يعني لتل جيرل يعني ما انا كير رابي صغيورة بس انه لا. والله عدت انا وخيي وانا كيف ننترجمها هيك يعني. يعني لتل. لتل شو. اه فعلا. يعني انه والله. ما بس جراز بكون هيك فعلا يعني. بس اني اسطوري. يعني انه انا اول مرة بشوف الفيديو اساسا. هل انت عم تتابع الاخبار اللي عم تصير الان لحظة بلحظة. مومنت باي مومنت. والله يا عزيزي. ابدا ما عم تابع بس. اليوم خييه الصبح فأنا من النوم وايش بسعقني انه حدا مقوص على. رئيس اميركا. رئيس اميركا السابق. السابق يا رئيس ترامب قصدي. بس معلم انا مبارك برد بالقصة انا وقاعد يعني انا وسهران بالبار بفتح هيك موبايلي ولا عم شوف الاخبار. عرف عاتي يعني ضليت انا شعش دقايه هيك ما عم بحكي. ما عاتي انه انه شوفي شو صاير. قلت لون هيك هيك القصة. اخي انا صدمت صدمت عمري يعني. يعني انت بتخيل قديش كبير هذا الحدث. انه. اخي الحدث نووي. يعني مو. مو قليل ابدا. مو قليل قليل ابدا. 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 بس انا تفاصيل ما عندي انا شفت الصورة هو والف بي آي نقطت عليه وهدول الجماعة السيكوريتي نقطت عليه. وحاطت ايده هيك وفي دم. وعلم اميركا من ورا. وعلم على اليوتيوب حاطة انه هي الفوتو رح تفوت بكتب التاريخ يعني. لانه يعني كثير حلو الصورة. كثير هيك يعني تاريخية بتحس. ارات شلون. انه علم اميركا من ورا انه هيك. ما ما اقول. يعني اذا بحب نفوت بالتفاصيل. يعني احنا اليوم عم نحكي مصر للقصة ماري. انا كثير حلو. احنا اليوم عم نصور اليوم بتازى الموضوع. هلأ everything is unraveling. يعني عم نشوف الاخبار. انا من الصبح عم احضر كل ال news outlets وكل الشبكات وكل كذا. حاليا الفكرة اللي صارت انه كان في عنده رالي ببنسلفينيا ضمن. رالي محل ما بروح بيخطب يعني وبيحاول يجمع. تماما. هؤلاء بيسمون راليز لما يكون في خطاب دمج الجمهور. كونه هلأ عم يستعد دونالد ترامب مع جو بايدن للانتخابات للحصيب الشهر 11. حلو. انتخابات امريكية حصيب الشهر 11. وشو اسمه. وحاليا الامور محصورة بيناتهم. الفكرة انه بعد يومين. خمسة عشر شهر. رح يكون في شيء اسمه الار ان سي. نحن اربط عشر اصدق بكرة. بكرة. تماما. هو الانصال الحادثة مبارح. الار ان سي او ريبوبليكن ناشنال كونفنشن. هذا الكنفنشن رح يصير بكينتاكي رح يصغير في على مدة يومين خمسة عشر وسبتاش. فشو بصير بالار ان سي. بالار ان سي. بانتخب او بيصوت الحزب على مين رح يكون مرشحه لالانتخابات القادمة. اه السمع هنو سابتين هلأ بايدن وترامب يعني. هلأ شو بصير. هلأ شو بصير. كيف بتم اختيار المرشح للانتخابات الاميركية. بيعملوا شيء اسمه البراماريز. او ويسكنسون. لانتخابات الرئاسي. بيتنافسوا الانتخابات ضمن الحزب. ما نضمن الشعب. فبيتنافسوا المرشحين الجمهوريين اللي ناوين ترشحوا على الرئاسي ضمن هاي الولاي. يلي بياخد بيطا اعلى اصوات بيربح اصوات الولاي. تمام? وبينتقلوا بين هالولايات. فايام بيكون في انتخابات بولاية معينة. احيانا بيكون في انتخابات بعدد ولايات مع بعض. طيب لحظة شوي. الجمهور ما بيشارك مناطوب الانتخابية مان انتخاب جمهوري ولا لا. الانتخابات حزبية. هاي الانتخابات حزبية مين ما يصوت عليها؟ او كيف بيتخذ منقرار؟ الريبوبليكنز. الناس. اه الناس. اعضاء الحزب مو المسائن. اعضاء الحزب. اوكي. لا مو الناس. يعني انا اذا كنت لاحز به غير منتماية لا للريبوبليكنز ولا للديمكراكس ما بحق إلي صوت بالبرايميريز فأنا بدي روح على البرايميري بدي إبرز بطاقة انتسابة للحزب اللي أنا عم بيتسجل معه وفوت بانتخاب البرايميريز بتبلش بنفس السنين اللي بتصير في الانتخابات يعني اليوم انت في 2024 بداءا من مارتش بعتقد من الشهر الثالث آدار في 2024 بتبلش لبرايميريز فبصيروا جمعوا ولاي ورا ولاي ولاي ورا ولاي بيشوفوا مين ليلا ولاليله رشاش نواي فاطل العصيران فبصيروا جمعوا الولايات مين بيطلع المرشح اللي عنده أكبر عدد من ولايلي بس الفكرة دعونا دعونا بالبراماريز قبل ما نروح على الكنفنشن بالبراماريز دائماً فيه ترتيب معين للولايات فأول ولاية تنتخب هي آيوة ولاية آيوة بعد آيوة بيجي دور نيو هامبشير بعدين بيصرف شيء اسمه The Big Tuesday فشو بصير The Big Tuesday أنه عدد شيء ست سبع ولايات بيعملوا برايماريز مع بعض أوكي فشو هدف من هاي اللي برايماريز مشا نشوفوا مين المرشحين اللي يخرجوا يضلوا بالسباء فأنا مثلا إذا ما ربحت ولا بأول ثلاثة أربع برايماريز معناتها خلص أنا ما بقى ياخدني الحزب أني أترشح للريئاس فمع ماذا؟ فبيتصفوا بصيروا ببلشوا هالمرشحين اللي كانوا فايتين كل ياتهم على آيوة على أول برايماريز بيتصفوا بناتهم يلي العالم اللي ما ربحوا ما طلعوا أي أصوات بقولوا أنا بنسحب من السبا ومنهم بيعملوا اندورسمنس منهم بيقولوا أنه أنا أنا إندورس لنقول فلان فلاني أنه هو يصير الرئيس تمام؟ الفكرة أنه بآيوة ما بصير اقتراع على شكل انتخابات بصير بشي بسموه الكوكس أو ما بعرفوا اسم أشو اللي اسم بالعربي الكوكس بصير العالم حرفياً بتجي بتصوت بجسمه يعني بتجي بتحضر على قاعة معينة وبقولوا يلي بده يروح يصوت لدونالد ترامب يوقف هناك يلي بده يصوت لفلان يوقف هناك يلي بده يصوت لفلان يوقف هناك فبينفصلوا عن بعض وبصيروا بيعدوا مين الواقف بكل بكل مرشح ويقولوا أنه نحن عن هاي الكاونتي يعني بيقسموه كاونتيز كل ولاية يقسم كاونتيز فبيقولوا نحن بهاي الكاونتي عنا مثلاً عدد أصوات اللي ينتخب دونالد ترامب يكسب الجمهوري اللي ينتخبوا مين كان معه مرشحة هاي السنة بالترايمريز الكاونتي مقاطعة والمقاطعة فيها كتير بشر فالعالم بتوقف يعني فأنا بتوقع أنه مين ما يعدك للعالم يعني الحزب يعين عالم تعد الأصوات فحتى الكاونتي بكون مقصمي لأجزاء أصغر حسناً طيب خلص فمثلاً بهذا الجزء الصغير ما برس في موكو ستنشونسي ولا شو بسموه بأميركا مثلاً بيعملوها ضمن مدرسة بيعبروا أنه عدد معين من السكان مثلاً لو نقول عشرة ألاف نسمي بحيث أنه ما يعدوا ميتين ألف شخص بيعدوا بالأشرات بالمئة بالضبط فالناس اللي بتجي بيده تصوت بتصوت بالخضور ما بتتحط ورقة أو بتبعد بالإيميل أو كذا بيصوتوا بالفعلياً بالحضور فهيك بالبرايميريز بيصير أول أو شيء آيو بعدين بيمروا عدد ولايات بعدين بيصير البيك تيوزدي لما بنتخبوا في عدد معين من دهار كذا ولاية كذا ولاية فبالحالي إذا ضل في مرشحين ما نسحبوا ضل في عالم عم تتنافس مع بعضها بدك توصل للرنسي اللي هو بحالة الريبوبليكنز هو الرنسي بحالة الديموكراتز هو دي انسي تمام؟ شو بصير بالدي انسي أو بالرنسي؟ بيتجمعوا الناس اللي هني بسموهم الإلكترال كانديديس لأن الولاي ما بتنتخب المرشح بل بتنتخب من هني الناس اللي بدون ينتخبوا وهذا الشيء يصل بالانتخابات بعدين بالانتخابات الرئاسية الأساسية بيتجمعوا بالرنسي اللي هلأ رح يصير بكنتاكي بكل ولاية بتقعد بمقاعدة يعني مثلا وكله حسب بعدد سكانه يعني أنا بقول مثلا ولاية كنتاكي الناس بالبرايميريز لما صارت البرايميريز بكنتاكي انتخبت بنسبة أعلى دونالد ترامب تمام؟ فكل المنتخبين الإلكترال كانديديس كلهم بكونوا دونالد ترامب تمام؟ فبيعلنوا ضمن الارنسي انه نحنا الالكترال كانديديس اللي عددنا عن ولاية كنتاكي لنقول سبعة من رشح دونالد ترامب للرئاسي طيب تمام؟ وهيك مصير على الباقي الولايات بكاليفورنيا بقولوا نحنا خمسين واحد مثلا بكاليفورنيا نحنا من رشح كلياتنا دونالد ترامب بيعدوا بقى هالأصوات مين طلع عدد أصواته أكتر بالالكترال كانديديديس هو اللي بياخد ترشيح الحزب تابعه عدد أصواته تمام؟ فهذا الشيء كان يصير بكرة بكرة بكنتاكي رح تجمع كل الالكترال كانديديس من كل الولايات بمصارة البرايميريز بكل الولايات يروحوا يقولوا نحنا لمين بدنا نعطي صوتنا فبهاي اللحظة الكانديديسي سيرتيفايد بالواقع كلنا بنعرف انه خلص المرشح الجمهوري الحقيقي اللي واقف وراء الحزب هو دونالد ترامب لا يوجد أحد أخرى معه ممكن يصير مثلا انقلاب ضمن الـ ضمن الـ ويقرروا هالكانديديس من راسهم انهم يتحدوا رأي الناس ويرشحوا بنشح آخر لسبب الاسبر ما بتصير هاي القصة ممكن تنقلب ولاية واحدة بجوز تاريخ نقلب ولاية واحدة عن الـ بس عادة ما بتصير عودة للشيء اللي صار انا كثير عم تطع الكاميرا انا كثير عم تطع الكاميرا انا كثير عم تطع الكاميرا عودة على الشيء اللي صار مبارح فدونالد ترامب كان مبارح برالي ببنسلفينيا بمنطقة هيكة يعني ريفية ما نوضمن مدينة او ما نوضمن شيء ريف لاحظة شوي خليني عم بش اشارة دقيقة دونالد ترامب كان بمكان نائي وين وين كان؟ كان بمنطقة عارفية يعني ما نوضمن مثلا مبنى كذا حقل كان حرفيا بحق اوكي فكان عم يعمر الرالي وما تصر له كان شيء خمسة عشر دقيقة طالع على الإخوة بالعالم والرالي شو قصته؟ ليش اسمه رالي؟ ليه اسمه سبيتش؟ ليه اسمه رالي؟ هيك اسمه بامريكا يعني بيسمون الالبوليتيكال سبيتشيز بيسمون راليز اوكي 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 يعني هاي فكرة فكان عم يعمل دونالد ترامب هالخطات تبعه قدام العالم وعم يحكيه ما كمل حكيه ما استمر شيء ست سبع دقايق حكيه ولا بيتعرض لخمس طلقات اوش يعني تم اطلاقهم من سطح مجاور فكان في واحد متسلق على سطح وفي فيديوهات عمشوف في عالم شافته في واحد مصور فيديو عمقوله ليكو ليكو في واحد عم يسحف معه معه رشاش على السطح ديروا بالكم ديروا بالكم وعم بيقشروا عليه فالعالم تبهد عمش كيف؟ لانو السطح مانو تير بعيد السطح اللي اني يعني موقع الناس اخد اخد روسي او شي انه يعني انه شي سلاح رشاش مانو بعيد يعني انه مو انه تماما 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 اذا بدك منشوف ال شو اسمه شوف البيديو معلوم اه آه ميسواني ارجيك انا كنت عمشوف انت عمشوف في محل كانوا عمم يعرضوا بالضبط وكان عم يصير يالاه بس مانو معقول يعني انه انا اطلعت انه جاني فلاش باكي كي من من اللي صار على جي اف كي انه معقول يصير معه نفس الشي هذا تماماً أخي يعني سوانا شوي خلينا نرجع لا فيه اللقطة أنا حاب ورجيك إياها بيورجوك وين السطح اللي اللي صارت فيه القصة وديش بعيد ليكو هاي اللقطة هاي كان محطة آآ نيوزللندية راح عامل شير للسكرين شايف؟ شايف؟ 130 متر ولا شيء ولا شيء الله انت المكان اللي انت متل ما شايف المكان فاضي ما فيه شيء خالص عبارة عن مزارع وهذا فهون كانوا عاملين البوديوم وهون كانوا العالم متجمعين عرف شلو انت شايف السهم تبعي مبين ما شايف كل شيء الفارق أصدق ايه تماما وهون السطح فالناس اللي عم يحكوا طبعا هدول السطوح الورى اللي الورى البوديوم كانوا عليهم قناصة السكر سيرفوس تماما؟ العمى ايه ايه فهني بعد ما اوص هذا الزلمي فوراً قناصوه يعني هو اوص شيء ثلاثة رصاصات رابع رصاصة كانت براسل عارف شنو؟ كانوا قانصينو بس الفكرة انه انه العالم اللي عم تحكي فيه انه انتو كيف ما بتأمنوا كل الفطوح والمنطقة مانا كبيري مانا هالمديني والله لانه لما جون اف كيندي لما انقتل انقتل بدالس بنص دالس بنص يعني مديني عملاقة اكبر مديني بتكسس يعني هو كمان انقتل من شباك وقناص وكذا وهالحكي باسم الخمسينات ومن الخمسينات فانتو كيف انتو هلا بالا 24 ما في غير 3 اربع ابنين لازم السكرت سيردس كون مجودي علي كل الاسطوح لانه انتا مان عندك ميت سفحة توقف علي هنه اربع خمس طوحين صعبي فهون كان النقطة اللي اوص منا الزلمي زلمي على قطر مستوى مستوى الأمر هناك أسئلة عن كيف يتعطي المستوى وطرق مستوى هل تقتلوا هل تقتلوا هل تفهم؟ هذا الزلمي يقول أنه أنه يرى القاتل على السطر وعم يصحف وبلش يقشر عيب للشرطة so we're standing there you know we're pointing we're pointing at the guy crawling up the roof and he had a gun right he had a rifle we could clearly see him with a rifle absolutely we're pointing at him the police are down there running around on the ground we're like hey man there's guy on the roof with a rifle and the police were like huh what you know like they didn't know what was going on you know we're like hey right here on the roof we can see him from right here well the shooter was getting in position most of the crowd was oblivious as to what was about to unfold you see the world was watching but here's the story that happened and there's one who died and there's there's all the news there's one who died and there's two who died and there's two who died who died and who died she died she died or she died or she died and he came to the world behind you because there was the world that's right because the world was but he came to the world that's right يعني ما في صنطيات كان مات وقام وصار يقول لهم فايت للعالم بالجماهير والجماهير ستقول يو اي س اي يو اي س اي اشعر بدني لسماك يعني يو حماس العالم وكذا. بس المكروفون اللي كعم يحكي فيك. بس يقول لهم دونالد رامب يقول لهم. اي 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 ان شاء الله سباطه. чтобы نقطع انه. اول شيء بعد الصوت انه. اصلي اصلي بصيب. نقطع الى الصوت. اصلي بصيب. اصلي بصيب. اصلي بصيب. المساعدة 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 المسا في عشر ثواني صار قال لون ويت 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 صار يعامل العالم هيك أرشلون هاد اللون فايت فايت هون العالم ان العالم ما نعرفان شو صاير فيها العالم يعني في دم وفي جنان وفي كذا بس لما شافوا وقفوا وصار اللون فايت صارت العالم يعني يعني تسجعي أخذت روح يعني صارت له يو اس ايه كذا فأخذوا وهون كان في يعني هذا الفوتوغرافر تبع الواشنطن بوست كان عم يصور تحت أخذ له هاي اللقطة مع العلم وراه وكذا وهيكي ودم واضح على وجهه يعني كذا وأخذوا على السيارة بس الحادث يعني فعلا فعلا مزلزل للإعلام الأميركي الإعلام العالمي كل وجاني نجنانه طلع تصريح من بعد شي ساعة أو أكثر من ساعة حتى من البيت الأبيض جو بايدن عم بيقول فيه أنه الحمد للعسلام يا شبين وكذا وعرضية وكل حديد الحديد يعني قال إنه شو سيء أنه إحنا ويبري فور مستر ترامب وكذا وشو سموه حتى عملوا الفوكس نيوز كذلك عم بحضر مقابلي مع جي أف كي جونيور ابنه لجون أف كي فهو يعني هذا جونيور هو ديموكرات وكان مرشح حاله للرئاسي هلأ هاي السنة ضد جو بايدن عرفت شلون فهو يكيب ضد ترامب بشكل كبير يعني حتى يعني أول مرة بجوزت بحياته بطلع على فوكس نيوز فكاعمي أقول إنه أنا رغم خلافات السياسية مع دونالد ترامب ورغم كل الإصاص أنا يعني من شخص توفى أبو جي أف كي أتل أبو لهذا الزنمي وعمه عمه سام كاندي كمان أتل اغتيال إنه عمه كان كان كونغرس مان كثير كثير مهم بأميركا فكمان تنتهي تختار فأنا قال إنه أنا يعني كشخص يعني أتعرب أبي وعمي للإغتيال كير بوقف مع دونالد ترامب ومع عيلة ومكزة بس الأول بالموضوع إنه حاليا أكتر تويت مشهور بالعالم وأجاه تفاعلات هو التويت تبع إيلون موسك بعد الحادثة يبدأ أية كتب إنه وأي اندورس دونالد جي ترامب فور دي برزدنسي وقالله يقومه بسلامي وحمد لك إله حديد حديد وحديد بس إنه الفكرة إنه حدا مثل إيلون موسك بهاي اللحظة اندورس دونالد ترامب أعرف كيف حاليا؟ هو إيه وأنت تعرف المرشح للرئاسة الأميركية ما بينجح إلا لحتى يجي أكبر عدد من الاندورسمت أو من الدعم صح فالناس اللي هني سيئوز تبعوت أكبر الشركات والناس الأكتر شي مع مصاري والعائلات الغنية وكذا هي اللي في عندها داعمين معينين فالمين يدعمه أكتر هو اللي يربح غالباً ماذا؟ في داعمين دائماً هني جمهوريين وفي دائماً داعمين دائماً ديمقراطيين بس في داعمين سوينغ يعني ممكن يروحوا يتغير دونالد ترامب للرئاسي بشكل كامل مع أنه يعني مصك بالعادي ما كانوا دور كبير بالسياسي بعاد الداعمين تاني مكونوا دور أكبر بس هلأ الوزن كبير بالسياسي الأميركي إيلون موسك إيلون موسك خاصاً بعد ما أخذ تويتر وقعد بس خيو أنا كل شيء أفكر فيه أنه قديش هاي القصة قديش هلأ تساعده لترامب أنا حاسب يعني يعني أصلاً بايدن أنا حاسب أنه تقريباً ما عنده فرصة قدام قدام ترامب يعني ووضعه يرسله بايدن يرسله يرسله له هاي القصة قديش هاي القصة قديش بتساعده بالانتخابات هلأ بشكل إجابي جداً يعني شو تنجى من أساسي نيشن يعني أنت مو ما أقول هو هلأ يعني هلأ الامج تبعيته أنه هو بطل يعني أنه نجي يعني أنه تماماً فاك لك الصورة أنا هلأ فاتح تويتر وعمشوف شوان بيصير في الثالثة أمل شير سكريم عمشوف هون عمشوف شو شو صاير يعني بيكون في حط هذا كله هذا الحساب تباير المسك يعني وهوني حاطة بشرفك شوف لنا شو شو كاتب تاكر كارلسون عن الموضوع تعالى نشوف كاتب تاكر يو اس اسفيدين تورس الساسي نيشن افترومب يا إلهي والله تاكر بدي تكون حلق فظيعة من تاكر يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي كيف شو الحظ خيو بإذنه يا إلهي خلصه هذو تبعوت تبعوت إيلن موسك تابعوت إليكا سأخذ مؤمن من هذه المئة كانت تيودور روزفيلت 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 لأنه تيودور روزفيلت هو الوحيد اللي تم إعادة انتخابه مرتاني الأكتر من ولاي بيعتقد ضل شئ أربع ولايات لأنه كان في حرب عالمية وكذا فرجعت يعني العالم تخميته مرتاني فإنه يقارن دونالد ترامب بثيادور روزيفلد أحد أهم و أكتر الرؤساء التاريخية بأميركي بس لك هذا المنظر يجب أن يظهر قديش أريد وهو ما الكنسبرسي هلأ أنه في حدا هذا القناصة طبعا اللي قتل اللي يمكن إيه لكدو قناصة الشرطة أو السيكر سيرفرس اللي راح حوله للقاتل وإذا كنت أريد أن ترى شيئا ما قال فأرى ما سيحدث وما أنت وذلك هو قليلا ياويله يعني أنت شيرك عن كل شيء أنت بحس عليك يعني كلف دوتي نظامي يعني مقاتل و قناصين وكذا ورشحين رئاسيين يعني أخي بامبوزلد أخر مرة صارت هيك قصة أنه حدا حاول يقتل رئيس أميركا كانت بالوحدو ثمانين لما في واحد إجا أوص على رونالد ريغن ووقت ما قدر يقتلوا يعني أوصوا رصاصتين صدروا بس ما صابوا قلبه أخذوا سعفوا على المشفو مباشرة أنا حكي صار بواشنطن يعني أوصوا بفرد يعني طلع بين كان نازل من الليموزين تبعيته رونالد ريغن وطلع بين العالم هذا القاتل وأوصوا رصاصتين وسعفوا لرونالد ريغن وشو اسمه ونجي منا وقته كان هو رئيس كان رونالد ريغن رئيس أميركا بس قاله أنه تم عادة نخابه سنة الأربعة وثمانين بسبب أنه كان ناجم من محاولة اغتياطين ما كان شعبيته كثير قوي بس محاولة اغتيال فاشل تبعيته يعني طلعت شعبيته تذروف فدونالد ترامب قد سابق بايدن باستطلاعات الرأي وقد قد بايدن يخبص تخضيص أخي بوهد أني أعطيك العافي يعني معنو يعني الزلمي مريض مريض أخي مضيع أطول تحسه يعني ما أعرف شبلي أنا إذا صراحة أنا من وقت قبل الانتخابات حينما بيطلع هيك وبتلاقي مضيع وكذا أنه أنا بيطلع بينه بين حالي أو الفكرة التي تجيني أنه لو أنا أميركي كنت عنجد خجلت أنه هذا رئيسي عنجد كنت خجلت من كل قلبين بغض نظر عن أراء السياسية يعني أنه واحد معرفان يروح يمين ولا شمال وهذا الرئيسي وعنده المفاتيح النووية وما بعرف شو يعني كارسي بقي يا خيو عنجد عنجد والفكرة أنه يعني الديمقراطيين يقولوا الحال أخي إحنا شو لازم نعمل يعني لازم نجيب لحدة تاني يجي يترشح بحلو بس مجتل يتأخره يعني بالمبدأ بالمبدأ ممكن أنه ينسحب حاليا جو بايدن أخذ ترشيح الحزب الجمهوري أخذ حزب الديمقراطي يعني خلاص هو أخذ ترشيح حزب الديمقراطي بس إذا انسحب ممكن حزب الديمقراطي يرشح حدة ثانية تعرف كيف؟ يعني بس الشغلة متعلقة بانسحاب وهو يعني حاليا هو ما ينسحب قال أنا إذا الله ما أخذ أمانته ما بينسحب يا حرق سماية زمي وقال هو شو أند بالشغلي يعني بآخر عمره خير واحد يروحي أو ما بعرف شو يحول يلعب كل مشكلة هي اللعبة صعبة يعني أنه كمان هلأ إذا انسحب الثلاث القصة هيك معناك عرفان أينه أضمن أنه نخليه نحارب فيه وندفشه ونجمله كذا أضمن أو فرصنا أكتر بتكون بالربح أو أحط له هلأ ونجيبه الرشح تاني كنفرصه أحسن بالربح هو برني برني كمان ديمقراطي برني ساندرز هو أساس أساس برني ساندرز بسمحيل هو ليه برأيك مستحيل أنا أسمعت ليه مستحيل بس ليش برأيك برني ساندرز بيمثل تيار مختلف تماما عن تيار جو بايدن وهو تيار أساسا خسر قدام جو بايدن بالانتخابات الماضية بالبرايماريز الماضية لما كان دونالد ترامب هو رئيس أميركا كانوا في نفس الوقت يعملوا برايماريز الديمقراطيين فكان برني ساندرز يحاول وحكي عملوا برني ساندرز في 2016 يعني في 2016 برني ساندرز خسر الديمقراطيز الديمقراطيز قدام هيلري كلينتون وخسر الديمقراطيز قدام جو بايدن بالانتخابات الماضية بالانتخابات الماضية فخسر مرتين لأنه بمثل تيار أكثر يسارية وأكثر وإصلاحية من تيار جو بايدن وهو أكثر محافظة وأكثر ليبرالية كمام يعني وهو تيار كلينتون وبايدن ويسموه الستابلشمنت هذا الطيار فأنه يطلعوا برا بايدن ويجيبوا برني ساندرز صعب كثير بعدين برني ساندرز صعب يربح على دونالد ترامب لأنه يعني أنت تكون عم تعمل انشقاق بالحزب الديمقراطي لأن الناس اللي بتصوت لساندرز غير الناس اللي تصوت لبايدن غير الناس يعني أساسا ربح بايدن بالألفين وعشرين كان لأنه جمهور ساندرز اللي كان مستحيل يصوت لبايدن قرر أن تصوت لبايدن وقت ساندرز عمل اندورسمنت لبايدن أنه أي شيء غير ترامب أه هو ما بحبه لترامب أكيد ما حدا بحبه لترامب يعني الديمقراطيين يعني بالأخير بدون هن يعني ممكن أنه يكون أكيد مو بيرني ساندرز بس ممكن يكون كامالا هاريس اللي هي نائب الرئيس أي شعبيت صنفر حسب ما أسمعت كمان بالضبط شعبيت سيئ كثير معنى شخصية كرزمت كبدا وعن بقولوا في شخصيات ديمقراطية تعني كلهم جاورنر يعني في الجاورنر تبع كينتوكي وفي الجاورنر تبع كاليفورنيا هذا نيوسم جاورن نيوسم وفي كذا جاورنر تانين يعني ممكن يكونوا هني بلان بي بس ماذا من المشكلة لأنه تأخروا كثير يعني لو كان حاطين مرشح أخي خلاص رجع على البيت أعلن أنك أنت يعني لو قرر الدي ان سي أنه يقول لبايدن أنه أنت بيزد تطلع عراس دور ترامب فأنت رح تخسر وفرصنا أحسن مع مرشح تاني لو مشتغلنا على المرشح تاني وهالمرشح تاني عمل راليز وبرم أميركا وعمل كثير حملات انتخابية وإجاد داعمين وإندورسمين وكذا 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 ممكن كان يطلع رأس براس لترامب مع أنه أنك تطلع بمرشح تاني غير الانكمبنسي أنه الرئيس الحالي هو اللي عم ينافس بالانتخابات لحالة بتعطيك وزن كتير كبير الانتخابات صح فما عند عندهم خيار نخسروه هلأ مع رأيك أنه ترامب خلص حسماين وهو هيك هو هيك شكله خيو أنت لأي ميال أكتر كنت عم بسألك أنه أنت شخصيا لأي حزب ميال أكتر كله زرانطيطة كله زرانطيطة أنا كمواطن سوريا عايش بأوروبا يعني كله بنسبة للي عولد هذا السياسة البريطاني جورج قالوي بسألك بسألك بشكل عام ما شفنا شيء كويس من بايدن ما شفنا يعني هلأ برأي يعني كناخب إذا تفكر برأي الناخب الأميركي أيام ترامب كانت أحسن من أيام بايدن بسأيام بسألك كشخص أجنبي مع 2 سيئين أوكي أنت شو رأيك بالموضوع أنا صراحة ما أنا متابع فما عندي رأي أبدا أنا تشوف العالم تكره ترامب كل الأد بسأنا بحس أنه يعني يعني كشخص أجنبي أميركا إلى تأثير سلبي أكثر ما إجابي على بقية الدنيا يعني لما كان مثلا أوباما وبايدن لما كان أوباما أوباما كمان أوبايدن كان معه أوباما صار المشاكل في سوريا كثير ووقتا أميركا حتى ضربت سوريا إذا تذكر المتوسط ضربت صواريخ لهنيكي إجا ترامب منع الهجرة يعني العرب يعني هو المسلمين أكثر ما أنه العرب بس أنه كمان نبلاقي هي شغلة معنا كويسة أبدا وضرب سوريا بشكل العين والله ضرب شو صار ضربت سوريا أيام ترامب أيام ترامب ولما كان بايدن إسرائيل كان ضلت ضرب سوريا كل يوم أيام مبارح ضربت إسرائيل سوريا نفس نفس الوقت أنا أشوف خبر ترامب متعرض للإغتيال أنه إسرائيل عن ضرب سوريا فصراحة أنا أشعر أنه شو مين ما كان يجي كل الوضع بخير تماما يعني بالنسبة لإلهم الأخير الفورن بوليسي أو السياسي الخارجي تبعي أمريكا كيف صعب تتغير على وجه الرئيسين الرئيس أمريكا أمريكا الرئيس له تأثير منيح على السياسي الخارجي يعني عنده قدرأ أنه يعمل شغلات لو فوق الكونغرس يعني فيه درجة نوع من التحكم بالفورن بوليسي بس مو الرئيس إنما الكابنت تبعه لأنه عندك وزارة خارجية لحاله حسب مين وزير الخارجي ومين السياس اللي عمشتغل فالتقارير تجي عند الرئيس والرئيس بتشاور فيها مع الكابنت الوزارة في الدولة تانية اسمها الوزارة فبصير فيه أخذ ورد ونعم وما نعم وكذا يعني فيه كثير تقارير وصلت لعند ترامب نفس وصلت لعند بايدن ترامب أخذ فيه قرار بايدن ما أخذ فيه قرار بايدن أخذ فيه قرار فالفورم بوليسي يعني كون الكونغرس هو اللي بيسن القوانين فالكونغرس بيحط الإطار للرئاسي القادم فإن اليوم إذا كونغرس طلع قانون أنه قانون مثلا مثل قانون قيصر اللي حطوه على سوريا هذا قانون طلعه الكونغرس فهذا القانون ملزم لكل الرئاساء اللي جايين بعد شو اسمه هلأ هو إجا على دور ترامب أوكي معناته بس مهو ترامب العامل هو القانون عمله الكونغرس بس ملزم لكل الرئاساء ملزم لترامب ولا بايدن ومشان هيك بايدن مكمل فيه بس طريق التعامل مع هالقانون قدي شو يتفعل قدي شو يتفعل قدي شو لنقول بيلتف حوالي اليوم نمشي اليوم نغمض عيننا شوي حسب سياسة مين قعد البيض بس الفريمورك تبع أي قانون محبوب من الكونغرس أساسا عملي والله أنت مؤلم كثير هذا المواضي لا أعلم عن سياسة أمريكا أين تعلمت كل الأصص خير تعرفني أنا متابع منيح للمور السياسي بشكل عام وأخي أمريكا هي أمريكا و أمريكا هي حالة كثير فريدة عن كل دول العالم و كثير مهمة أمريكا هي أقوى دولة معظم الأصص حول العالم صح فكثير حلو أن تفهم أمريكا و تفهم الدنيا كيف صار فيها والسياسي عندهم كيف ماشية لأن تقول عن أمريكا ديمقراطية وتقول عن دول أوروبا ديمقراطية أن ممكن يكون صح لأن هناك دور للشعب يتقرير هذه الأصص لكن كثير مختلفين عن بعض كيف السياسي تمشي بأمريكا هي مختلف تماما عن كيف تمشي السياسي في ألمانيا أو فرنسا أو كذا أو إلى حي ثاني ف يعني هلأ بنشوف شو رح يصير بالانتخابات الجاي أنا بقول هلأ إذا صار انتخابات اليوم رئاسية كل ولايات بتروح لترامب يعني كل ولايات تقول بأحمر لأن أنا كناخب ديمقراطي ما لنفس تحط بايدن بالصندوق أعرف عن جد أنه بعد كل شي صار بعد كل يعني الهرت اللي طلع فيه بايدن وهالصورة الوطنية الجامعة اليوم على الأول الجمهوريين وأخي تعون ننسى كل ننسى اللي فات وننسى القراح وتعون لكم نحنا هذا أو سمموا political violence هاي الإغتيالات يعني تعون نتجمع كلياتنا حوالين الوطن وما وطن يعني ما نشايف أنا في أي فرصة لبايدن أنه يربح خالص خالص والحلو هاي نقطة كمان مميزة أنه صارت في بنسلفينيا بنسلفينيا وولاية خسرة دونالد ترامب في سنة 2020 وكانت من أهم أسباب خسارته للرئاسة لأنه بنسلفينيا إلى تقريبا 20 20 candidates بالصوب أنه بالإنتخابات الأمريكية في عندك 538 32 32 50 60 50 50 ونصف قريبا الذي يربح يريد أن يجمع فوق 270 إليكتوري كوليج فكل إلى عدد معين تكسس إلى 40 كاليفورنيا إلى 50 نيويورك إلى 25 20 فبنسلفينيا إلى 20 تمام فخسارة دونالد ترامب لبنسلفينيا في 2020 مع خسارته لميشيغن ويسكنسن خسارته الرئاسة فلو أخذهم كان ربح الرئاسة لأنه كان أخذ ولايات كبيرة كان له تكسس وكان له فلوريدا وكذلك حاليا بالبروجيكشن الحالي الولاية الحمرة ستضغل حمرة يعني الهاردكور ريد ستيتس ستضغل ريد ستيتس ستضغل تصوّجه مهوري شو ما كان السوينغ ستيتس هون بقى الأمور بتروح بتجي يعني فيك تقول أنه ولاية مثل بنسلفينيا هي واحدة من أهم السوينغ ستيتس يعني بتروح وتجي كثير فإنه تصير هذه الحادثة مصد بنسلفينيا أمام أهل بنسلفينيا أمام كذا يعني صارت تقول أحد أهم السوينغ ستيتس رح تروح اتجاه ترامب لأنه هاي تشري صار خير طيب ومين حكا عن الشوتر عن اللي أوص مين هذا شو دوافع وكذا مذا قالوا بعتقد اسمه كروكس عمره عشرين سني وقالوا أنه ربوبليكان ايوا قالوا أنه ربوبليكان ما هو ديموكرات يعني في أول شيء عالم طال أنه هذا وينغ وديموكرات وهو حتى أنتيفا لهو هاد أنتيفاشيست ها هدو يعني الجهة الأكثر هدو أنتيفا هن آناركيست مو أنتيفاشيست أوكي آناركيست يعني هدو لي لدرجة أن المجتمع يجب يتحول لفوضى على آخر يعني ما لتكون في نوع نوع السلطة فقالوا أنه هدو هدو اسمه أنه هذا من هدو أنه بس حضرت أنا فيديو في حدا بطلع فيديو أنه هذا الشاب عامل فيديو لأله قال I hate the Republicans I hate Donald Trump and you are missing with the wrong guy ما بعرف إذا هذا الشخص نفسه ما بعرف ما في نقول أبدا أنه هذا لا أخدو حكي هادا الفودكاست ومنصة إعلامية احترافية ما بطلع مننا غير الحقائق نحن نحن ما فيدي لدينا أي تشويش للصور ما نحن ما نحكي شيء ما لا نحكي منه الله يرضى ما تقول أبرا قال وبالزوز قال وحكي هذا ببارك لدينا سهرة معلم بالبيت وعالم فوق بعضه وما نحن ساعة ثلاثة الصبح أو أم دع دع كالسياسي عالم بقى كيف أقول لك أنا ساعد كي بالسياسي أنا لابس حاطم لابس شو اسمه لابس جرابات البيض مع صباط أسود وحاطم البنطلون تحت الجرابات أنا عم قلت لك من الآخر الانتخابات الأمريكية بجامعة أليدس مسبحة فالله جيرنا من الجاية معني والله هو هدول المواضيع لا أفكر فيه كثير لأنه لدي صفر تحكم بالموضوع يريف لازم أعمل مبتك كثير فكر فيه كما لدي صفر تحكم بالموضوع بس أنا حاس أنترتيمنت على الحل يعني إذا تحضروا من حيث الانترتيمنت كثير مضحك البيت مضحك وكل شي كله أكشن ودراما وكل كثير هاي الانتخابات هاي السنة أرجو الانتخابات توب دراما توب انترتيمنت يعني لفل الآخر يعني أنت متخيل هلأ البرامج الكوميدي سيت كومز الستاندر كوميز رح تطلع الأفلام يعني متخيل هلأ قديش في ميديا وقديش في انترتيمنت بقى على هاي الحادثة وشو صار فيها والدوكومنتري ومعلم نحن سيقر at 걸로 المهروة المهروة من تحديق هلأ قشم ها